أوسيح صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينج مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاه السيسي بالتعجيل بأداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة أعتبارا من أول إبريل 2023 بحيث يزيد داخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا وبموجب الحزمة رفع الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بداية من أول إبريل المقبل كما وجه بزيادة المعاشات بالنسبة 15% وخلال كلمة أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المينيا أبدى رئيس السيسي سعادته بزيارة الصعيد موضحا أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة البناء والتنمية وعبر الرئيس السيسي عن تفاؤله بشباب مصر الذين يصنعون ويزرعون الأمل ويبنون مجدا بلا حدود مضيفا أن الحرب الروسية الأوكرانية عكست آثارا سلبية على الاقتصاد العالمي وضعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد الدولية كما أوضح رئيس السيسي أن مصر تأثرت سلبا بتلك الآثار التي تسببت في ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغذاء عالميا وأثرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية يلتقي اليوم وزير الخارجي يسامح شكري ما نظيره الدنماركي لارس راسموسن وذلك على هامش مؤتمر حواري رايسنا المنعقد في العاصمة الهندية نيو دالي هذا وقد هنأ شكري نظيره الدنماركي على توليه منصبه معربا عن استعداد مصر لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية مع الدنمارك ومشيرا إلى وجود مجالات واعدة للتعاون بين البلدين ويتضمن اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها متابعة نتائج قمة المناخ الأخيرة وتدعيات الحرب الروسية الأوكرانية وترشح الدنمارك لعضوية مجلس الأمن والدعم الإنمائي لدول الجنوب والزيارة المقبلة لرئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الوطني للنشع بمحافظة الإسكندرية والذي يعقد بمشاركة 600 طفل من جميع أنحاء محافظة الجمهورية ومن خلال فريق مبادرة ابن أديبا قدمت التنسيقية فقرة بعنوان من النشع للنشع تناولت النقاش حول مواهب النشع وأهمية تفريغ طاقتهم بشكل سليم مؤكدة أن الأطفال المشاركين هم سفراء للتأثير في ذويهم من أطفال محافظاتهم قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وأضاف كيربي أن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستشمل بشكل أساسي ذخيرة لأنظمة هيمارس الصاروخية لافتا إلى أن موضوع الدعم العسكري لأوكرانيا سيكون من الموضوعات المطروحة للنقاش بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولف شولتس خلال لقائهم المنتظر في البيت الأبيض نفى السكرتير الصحفي للبانتاجون باتريك رايدر ما تردد من معلومات بشأن تقديم الولايات المتحدة معلومات استخباراتية لأوكرانيا لشأن ضربات على الأراضي الروسية وأوضح رايدر أنه لا يملك معلومات حول ما إذا كانت أوكرانيا قد أجرت مثل هذه العمليات أم لا ولكنه أكد أن بلاده لا توفر لأوكرانيا أي معلومات لضرب أهداف في الأراضي الروسية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلا مثل تلك الحرب أتقلت السلطات الأمريكية أمريكيين إثنين في مدينة كانسسري بتهمة ضلوعهم في مخطط لإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير في الولايات المتحدة وتظهر لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المحكمة الجزئية في كانسس أن المتهمين تآمر للالتفاف على قوانين التصدير الأمريكية من خلال بيع إلكترونيات طيران من شركتهم بالإضافة إلى إصلاح وشحن معدات تستخدم تكنولوجيا أمريكية لتشغيل طائرات روسية الصنع رياضيا حقق فريق برشلون انتصارا ثمينا على مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الإسبانية مدريد في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا وجاء هدف برشلونة عن طريق البرازيلي إدير ميلتاو مدافع ريال مدريد بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر اللقاء ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الخامس من إبريل المقبل على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل